النهاردة أبو صلاح بيشارك في فوز ليفربول فوز صعب جدا على برايتون 2-1 المباراة ما كانتش صعبة يعني المباراة كان يتمشى بشكل كويس المباراة كان ليفربول ركبها بلغة الكرة بشكل كبير جدا طوال فتراتها إلى أن تم طرد أليسون بيكر حارس المرمى البرازيل الحارس الكبير ليفربول كرة كانت انفضاد دخل أليسون بيكر وحاول ياخد الكرة بإيده من خارج منطير الجزاء طرد مستحق ليه بعد الطرد سجل برايتون هدف تديق الفارق وكان وارد جدا أن برايتون يسجل الهدف الثاني الأمور لغبطت شوية ليفربول مع نهاية المباراة ولكن في النهاية ليفربول عدى بالصدارة وبعد بفارق 11 نقطة عن منشستر سيتي اللي سقط النهارة في فخ التعادل أمام نيو كاسل يونيتد المنافسة شكلها كده بتقول أن ليفربول السنة دي مش هيسيب الدوري ولكن طول ما فيه منشستر سيتي طول ما فيه بيب جورديولا ليفربول لا يأمن مكر هذا الأسباني الكبير وارد جدا أن منشستر سيتي يخش فيه المنافسة في أي وقت مباراة اللي حالاتكم شايفينها النهاردة نيو كاسل لتعادل مع سيتي 2-2 زي ما قلت لكم بيرني اتغلب من كريستبالس 2-0 تشيلسي خسر من وسط هام ينايتد 0-1 دي نتيجة مفاجأة شوية ليفربول فاز على برايتون 2-1 توتنهام فاز على بورنموس 3-2 توتنهام بقيادة الكبير جوزي مورينيو ساوس هامتون فاز على واتفورد 2-1 دي مباراة اللي حصلت في الدوري الإنجليزي حتى الآن